بماذا وصف الحجاج نفسه مرحبا وأهلا وسهلا بكم أعزائي في هذه الحلقة الجديدة والتي أردنا توضيح بماذا وصف الحجاج نفسه ذكر أن الحجاج كان قبيح الوجه وصغير الجسدي أيضا ولكن كان فصيحا وبليغا وخطيبا جبارا وقد كان ناصيبا يبغض عليها في هوي بني أمه وكان جبارا عنيدا مقداما على سفك الدماء بأدنى شبهة وكان حقودا حسودا كما وصف نفسه فوصف نفسه بأنه حقودا حسودا وجميع الصفات التي ذكرتها فبالتالي عزائي أتمنى أنكم حصلتم على المعرفة والفائدة اللازمة وإلى اللقاء